أرحم مباشرة معي بالدكتور محمد المومني عضو مجلس العيان أهلا ومرحبا بك معنا دكتور محمد أبدأ معك بأبرز ما جاء في هذه الرسالة التي وجهها الملك للأردنيين أبرز ما تم التقاط في هذه الرسالة التي من الممكن الآن توجيها إلى الشارع الأردني للحديث على تثبيت المواقف الملكية شكرا لك الحقيقة الرسالة جلالة الملك المعظم يخاطب شعبه ويقول لشعبه أنه تم وائد الفتنة في أرضها وتم إيقاف كل محاولات النيل من الأمن والاستقرار الوطني وبالتالي جلالة الملك يطمئن شعبه يتحدث مع شعبه مباشرة بعد يومين من الأحداث الكثيفة والمتسارعة التي تابعها الأردنيون بكثير من القلق وكثير من الشغف وكثير من الغضب هنا جلالة الملك واضح أراد من هذه الرسالة أن يقول لشعبه أننا بلد كبير عظيم تغلبنا على التحديات بالسابق ولازلنا وبإذن الله سنستمر بتغلبنا على كافة التحديات التي تواجه الدولة الأردنية من ينظر أيضا إلى مضمين هذه الرسالة عند قراءتها للمرة الأولى هناك محاور عدة ركز عليها جلالة الملك سأبدأ معك بوعد الفتنة وأبدأ معك بالمحور الأول لربما وهو مواقف الأردن الثابتة التي أشار جلالة الملك بأن الأردن يدفع ثمن هذه المواقف وضريبة هذه المواقف سواء في محيط الشرق الأوسط أو حتى في القضايا التي في السياسة الخارجية وجلالة الملك أشار لأكثر من مرة بهذا الإطار بأن الأردن يدفع ثمن هذه المواقف وضريبة هذه المواقف كيف يمكن الصياغ الآن وربط ما تحدث به جلالة الملك بالفتنة التي كان المفترض أن يتعرض لها الأردن والحمد لله انتهت الآن هذا سؤال مهم بدي أقول لك ليش مهم لأنه ما الذي يدفع بأيادي سواء كانت داخلية أو خارجية أن تحاول العبث بأمننا الوطني الذي يفعل ذلك هو المتضايق والمتضرر من مواقفنا السيادية والسياسية المعلنة بخصوص الملفات المختلفة أعتقد لم يعد سرا أننا في الأردن وبسبب مواقفنا المختلفة من الملفات الحساسة في الإقليم هناك بعض القوى التي تحاول العبث بأمننا واستقرارنا في محاولة منها لثنينا عن هذه المواقف وهذه الملفات وبالتالي نعم هذا صحيح وأعتقد أنه لا يجب لأي أحد أن لا يرى هذه الحقيقة أننا بسبب مواقفنا الثابتة والكبيرة والعميقة من الملفات المطروحة نواجه قوة أحيانا داخلية بأياد داخلية وأحيانا خارجية تحاول العبث والمساس بأمننا الوطن من يتابع ما حدث خلال الفترة الماضية دعني أعود بك إلى الإدارة الأمريكية السابقة إدارة دونالد ترامب خلال هذه الإدارة خلال فترة عمر إدارة ترامب الأردن أيضا كان ثابتا وكان رأس حربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية الأردن لم يوافق على نقل القدس واعتمادها بنقل السفارة الإسرائيلية للقدس الأردن كان واضحا من عملية اتفاقيات التطبيع الأردن لم يطبع الأردن أيضا حتى على مستوى مؤتمر البحرين لم يحضر بالمستوى القيادة الأول ولكن هذه المواقف خلال هذه الإدارة الأردن يدفع ثمنها ومازال يدفع ثمنها وكان الموقف واضح أيضا عندما نتحدث عن الإدارة الجديدة الآن كيف يمكن الربط بهذه المواقف متوالية وكيف يمكن النظر أيضا إلى هذه المواقف لدعم وأيضا تشجيع وتثبيت المواقف الداخلية في الشارع الأردني تثبيت هذه المواقف الملكية في الشارع الأردني وما تحدث عنه أيضا جلالة الملك يعني شوف واضح أنه المقصود عندما يخاطب جلالة الملك شعبه بهذه اللغة أنه إحنا ندفع ثمن مواقفنا أنه إحنا مواقفنا القومية والعروبية المتقدمة رتبت علينا أثمان سياسي وأثمان اقتصادية هي دعوة للشعب الأردني للتلاحم والتعاضد والوحدة الوطنية كلما كانت جبهتنا الداخلية صلبة وقوية كلما كان بإمكاننا التغلب على هذه التحديات أشرت حضرتك لبعض من هذه المواقف مواقفنا من القضية الفلسطينية من مسألة القدس من ضم الغور من نقل السفارة كلها هذه مواقف أغضبت كثير من القواء السياسية في الإقليم وعلى المستوى العالمي والباقورة أيضا والباقورة هذا معنى أنهم سوف يحاولوا ثني الأردن عن هذه المواقف من خلال العبث بأمنه واستقراره جلالة الملك يريد من شعبه كما كان دائما أن يعرف أنه على حق وأننا في الجانب الصحيح من التاريخ نحن عندما نقف هذه المواقف منسجمون مع ذاتنا ومع تاريخنا ومع إرثنا العروبي والديني وقيادتنا منسجمة مع تاريخها الهاشمي اللي معروف قديش قدم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي الأمة العربية كاملة هي محاولة لبث الطمأنينة بنفوس أبناء الشعب الأردني وأيضا تعزيز الوحدة الوطنية وتصليب الجبهة الداخلية هذه المواقف التي ذكرناها ولربما أيضا مواقف أخرى كثيرة لا يتسنى ذكرها لأن لا نتحدث فقط عن عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وإنما كما ذكر جلالته من عهد الأباء والأجداد ونحن نتعرض والأردنية تعرض إلى هزات وما زال ثابتا عند مرور هذه المئوية الأولى للدولة الأردنية هذه المواقف مجتمعة إلى ماذا تفضي؟ ما المطلوب الآن من الشارع الأردني؟ دعني أتحدث معك بداية عن الشارع الأردني ما المطلوب من الشارع الأردني ليفهم من هذه الرسالة وأيضا المضي في المئوية الثانية والمضي في مسيرة الدولة الأردنية؟ أشكرك أولا المطلوب من المواطن الأردني والشعب الأردني أن يعي تماما أن يكون مستوى الوعي الوطني كبيرا ومتقدما أننا وقفنا مواقف سياسية وسيادية ندفع ثمنها لكننا فخرون بأننا وقفنا هذه المواقف ومنسجمون مع ذاتنا وتاريخنا كما أشرت لأننا وقفنا هذه المواقف إذن يجب أن يكون لدينا درجة عالية من الوعي ومطلوب أيضا تصليب الوحدة الوطنية والداخلية والالتفاف حول قيادتنا وحول أعلمنا حتى نكون دائما بنفس القوة ونفس القدرة على القيام والوقوف بهذه المواقف وهذا يأتيني للمطلوب من الدولة الحقيقة مطلوب من الدولة ونشد على يد الدولة أن تستمر بأخذ هذه المواقف هذه المواقف المتقدمة والقوية والعروبية هي التي جعلتنا دولة مختلفة ودولة يشار لها بالبنان نحن نسجمون مع ذاتنا ومع تاريخنا ومع قيمنا لذلك يجب أن نشد على أيدي دولتنا في اتخاذها لهذه المواقف القومية المتقدمة كنت سأسألك على مستوى الدولة ما المطلوب على مستوى السياسة الخارجية أيضا ما المطلوب جلالة الملك في أحد لقاءاته وفي أحد تصريحاته متحدث بكل صراحة بأنه في كل فترة من الفترات يمر فيها الأردن بأحاديث كثيرة وتكثر الأحاديث وتكثر أيضا مسألة ربما ما يسمى بالمعارضة الخارجية التي تشحن الشارع الداخلي الأردني وعلى الملك أن يخرج في كل صيف ويطمئن الأردنيين بأن الأمور على ما يرام وبأن الدولة الأردنية ثابتة على مواقفها وكرر أيضا موقف تحديدا من القضية الفلسطينية لأكثر من مرة ليقطع أي طريق على الحديث على مسألة الوطن البديل أو حتى تغير موقف الأردن من مسألة الوصاية الهاشمية وغيره من الأمور الثابتة بالنسبة للدولة الأردنية الآن كيف يمكن للحكومة والدولة أن تلتقط هذه الرسائل الملكية لترجمتها على أرض الواقع وتحديدا ترجمتها أيضا في السياسة الخارجية سواء في التعاطي مع الأزمات في الإقليم أو حتى في التعاطي مع الأزمات الدولية والسياسة الخارجية فيما يخص الدول الغربية أيضا شوف السياسة الخارجية الأردنية معروفة باتزانها باعتدالها بمنطقية طرحها وأيضا بالاستمرارية في الطرح إحنا من 242 وإحنا منقول حل الدولتين ومنقول الأرض مقابل السلام مع إدارة ريغن وقابل إدارة ريغن وبعديها بوش وبعديها كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية كان الخطاب الأردني ولا زال هو نفس الخطاب هاي الكنسيستنسي هاي الاستمرارية هذا التأكيد على ثبات الموقف يعطي كثير من المزداقية والاتزان للموقف الأردن أنه إحنا مقتنعين بهذا الموقف إحنا مقتنعين بمنطقية هذا الموقف مقتنعين بأحقية هذا الموقف وأننا في الأردن ندافع عن مصالحنا عندما نتبنى هذا الموقف هذا هو المطلوب مطلوب الاستمرار بدرجة كبيرة من المزداقية والاتزان والمنطق في الطرح والاستمرار بتكثيف الاستمرارية بالتأكيد على مواقفنا المختلفة أيضا من ينظر إلى المواقف الأردنية والسياسة جلالة الملك في التعاطي مع الأزمات دكتور محمد ليس فقط على مستوى القضية الفلسطينية نتحدث عن أزمة سورية نتحدث عن أزمة في العراق نتحدث عن أزمة في اليمن وأزمات متعددة تحيط في الأردن والسياسة الخارجية وسياسة جلالة الملك كانت واضحة لم نتدخل في سوريا سياستنا في العراق كانت متزنة سياستنا أيضا في التعاطي مع جميع القضايا في الدول العربية كانت متزنة للحفاظ على وحدة الصف العربي أيضا هذه المجتمعة كيف يمكن توظيفها الآن سواء داخليا أو حتى خارجيا شوف هاي المواقف كلها الأردن مش بس دفع ثمنها وأيضا تأثرة كثيرا أنت بتعرف قديش تأثرنا إحنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا بسبب الأزمة السورية وبالتالي لما نكون محاطين بكل هذه الأزمات من حولنا من اللي صار بحرب العراق في 2003 وقبلها تفجيرات أحداث أيلول بالتفجيرات الإرهابية وبعديها إجت الحرب بين إسرائيل وحزب الله وبعديها إجت الربيع العربي هذه كلها رتبت علينا أعباء ومن هنا يقول جلالة الملك برسالته أن ما حدث باليومين الماضيين كان الأكثر إيلاما ليه؟ لأنه فوق كل اللي إحنا عم منعاني منه وفوق كل المشاكل اللي إحنا عم نواجهها بسبب الإقليم اللي إحنا منعيش فيه وفوق كل الاستهداف الذي يتم من حولنا بسبب مواقفنا المبدئية الراسخة والسيادية كمان بصير معنا زي اللي صار باليومين الماضيين لذلك فيه ألم كبير فيه ألم كبير أنه بعد كل المواقف اللي إحنا وقفناها وكل هذا الاستهداف الذي يتم استهدافنا فيه يخرج من بيننا من يحاولون المسة بأمننا واستقرارنا سأعبك إلى أيضا اقتباسات من كلمات جلالة الملك عندما تحدث بأن الفتنة كانت من داخل البيت الواحد وخارجه في مسألة الشارع الأردني الجميع يعلم بأن الولاء والانتماء وأيضا الحب الأردني لجلالة الملك والعائلة الهاشمية وأيضا للدولة الأردنية وهذه القيادة على مر مئة عام راسخة وثابتة ولا يمكن أن تتغير ولكن كيف يمكن أيضا تعزيز هذا الانتماء وتعزيز هذا الشعور بالوطنية والمسؤولية باتجاه المواطن الأردني يعني البعض لديه تفريق ما بين الدولة وما بين الحكومة يفقد الثقة في الحكومة ولكن ثقته عالية في الدولة وقيادة الدولة من قبل جلالة الملك كيف يمكن تعزيز كيف يمكن تقريب أيضا هذا التلحم في الشارع الأردني وجلالة الملك أكد أكثر من مرة لم يكن يعني بعيدا عن ما يحدث للمواطن الأردني تحدث عن الفساد وبأن الفساد يجب كسر ظهر الفساد في أكثر من رسالة تحدث أيضا عن جميع ما يحط به المواطن من إشكاليات وبالتالي هو يصب إلى راحة المواطن في الدرجة الأولى شوف يعني مطلوب مننا على الأقل إنصاف وطننا وطننا بعاني من مشاكل نعم لدينا مشاكل اقتصادية نعلمها جميعا لدينا معدلات بطالة معدلات فقر لكن بدنا نكون منصفين بتقييم بلدنا وزي ما نشوف الأشياء السلبية الموجودة في بلدنا بدنا نشوف الأشياء الإيجابية من هنا بدنا ننتبه ويكون عندنا وعي كشعب وكمجتمع أردني هل بلدنا غارق حتى أذنيه بالفساد؟ لا والله غير صحيح هل لدينا فساد؟ نعم لدينا فساد ولدينا مؤسسات تكافح الفساد لكن هل يجوز أن نقبل التعميم على إطلاقه أن الدنيا خربانة وأن الإدارة متراهلة ومنهارة بكافة قطاعاتها وأن الفسادة عم وطن؟ لا هذا الخطاب خطير هذا الخطاب خطير وبحاجة لوعي مجتمعي لمواجهته والملك أول من تحدث عن هذا والملك أول من تحدث عن ذلك لذلك شوف شو خطورة هذا الخطاب خطورته أنه بتصير المواطن العادي يشعر أنه يعيش في بلد تنهار وهذا ظلم وغير صحيح ويجب أن يكون هناك إنصاف بتقييم المشكلة وتعريفها بحدودها الدقيقة من هنا يجب أن ننتبه ويجب أن يكون لدينا درجة وعي متقدمة بالتعامل مع هذه الأحداث وأن نستمع لخطاب دولتنا بعقل منفتح وأن نستمع إليه بطريقة موضوعية وعقلانية ما حدا بيقول الدنيا كل شي تمام وكل شي كويس لا عندنا تحديات لكن لا يجوز أن نعمم ونشيع أجواء الإحباط والسوداوية والسلبية هذا خطير هذا سرطان مجتمعي أجواء السلبية والإحباط هذه سرطانات في المجتمع تأكل المجتمع من داخله لذلك إحنا يجب أن نحفز النقاش الموضوعي للسياسات ونبتعد عن العدمية بتقييم الأمور وإطفاء لون واحد عليها جميعا وهو لون الأسوأ وإطلاق أيضا الأحكام بشكل عام وإطلاق الأحكام بشكل عنجهي وبشكل غير دقيق وغير موضوعي فقط المطلوب الموضوعية والإنصاف في التعامل مع التحديات التي يواجهها الوطن هذا يحتاج درجة وعي متقدمة لأن الوعي المتقدم يعني إحنا الآن اللي مرينا فيه بهالثلاث أيام السابقة هذا تمرين بالذخيرة الحية كيف أن هذه الدولة قادرة على التعامل مع التحديات خرج منا نفر لا زال كما أشار جلالة سيدنا برسالته لا زالت التحقيقات جارية معهم وبدنا نشوف سأتي معك إلى هذا المحور ولكن كما ذكرنا سابقا هناك ربما انقسامات قد تحدث لدى الشارع الأردني في مسألة الأراء وفي مسألة التعاطي مع الإشكاليات ومع الأزمات ولكن الاتفاق الوحيد الثابت لدى الشارع الأردني هو القيادة الهاشمية وقيادة الأردن بقيادة جلالة الملك وهو ثابت لا يمكن أن يتزعزع بأمور واضحة كثيرة عاشها الشارع الأردني وجلالة تحدث أيضا بأن الأردن كلما تعرض إلى ضربة خرج منها بقوة أكبر وأيضا عزيمة أكبر وإسرار أكبر على البقاء وإسرار أيضا على الثبات على مواقفه هذه الضربات المتوالية التي يتعرضها الأردن وتقوي الشارع الأردني بالدرجة الأولى أيضا كيف يمكن التركيز عليها ونحن على أبواب المئوية الثانية أيضا نتحدث دخلنا في هذه المئوية الثانية للتركيز أيضا على هذه الثوابت والتركيز على قوة الشعب الأردني الممتدة أيضا من القيادة الهاشمية يعني أنت بسؤالك حكيت شغلي في منتهى الأهمية أنه إحنا لما منطلع على هالمئة سنة الماضية ومنشوف حجم التحديات اللي واجهتها الدولة الأردنية وفي كل مرة تتغلب عليها شانيك بيحكي جلال سيدنا برسالة ليست أصعب التحديات التي واجهناها واجهنا مثلها كثير ومع ذلك كل مرة خرجنا أقوى والحمد الله هذا شو معناه؟ معناه أنه يجب على كل واحد فينا أن يثق بهذه الدولة وأن يثق بمواطنته ووطنيته اللي هي جزء من هذه الدولة وجزء من قوة هذه الدولة ما بيصير أي شغلة على طول ولا إحنا على السوشال ميديا منبلش نشكك ومنبلش نحكي أنه الدنيا خراب ودمار والبعض وصل فيه وصل بالبعض أن يقول أننا دولة منهارة يعني هل يعقل هذا الإجرام بحق الوطن؟ الأردن دولة منهارة؟ الأردن دولة زي سوريا؟ الأردن دولة بديش أسمي دول ثانية حولنا؟ هذه دولة قوية وقادرة ومستمرة إن شاء الله بقوتها هذا المطلوب من المواطن الأردني أن يرى على مدى تاريخ بلده حجم التحديات التي تغلب عليها هذا البلد والتي جعلته بلدا قويا شجاعا قادرا على التعامل مع التحديات طيب الآن عندما تحدثت جلالة الملك عن الأسرة على مستوى الأسرة الصغيرة وأيضا أسرة الكبيرة التي تحدث فيها وجه رسالته إلى الشعب الأردني الأسرة الهشمية اليوم تضرب أكثر أمثال الرحمة وأيضا العطف والتسامح والتغاضي عن الأخطاء اليوم جلالة الملك أكد بأن سمو الأمير حمزة تحت رعايته وأيضا سمو الأمير حمزة أكد قبل أيام بوساطة الأمير الحسن بن طلال بأنه ملتزم بنهج الدولة الأردنية وأيضا بالأسرة الهاشمية وملتزم أيضا بما ورثه عن أجداده وملتزم أيضا برسالة الحسين طيب الله ترى كيف يمكن قراءة هذه الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى الشارع الأردني الذي عاش هذه الأحداث خلال الأيام الماضية هذا مهم لأنه جلالة الملك آثر وطلب أن يكون حل هذا الموضوع ضمن الأسرة الحاكمة وضمن الأسرة الهاشمية وهذا أمر غير مسبوق بالمناسبة نحن من عام 1921 ما عمره صار عندنا يعني زي اللي صار باليومين الثلاثة الماضية لذلك هو حدث غير مسبوق بتاريخ الدولة الأردنية جلالة سيدنا بحكمته أراد أن يكون التعامل مع هذا الأمر ضمن الأسرة الحاكمة نحن بالنسبة لنا كشعب أردني عنوان استقرار الدولة الأردنية هو استقرار العرش عنوان الدولة الأردنية هو رأس الدولة الأردنية جلالة الملك المعظم عميد آل البيت هذا بالنسبة لنا استقرار الدولة الأردنية وهو صمام الأمان وهو صمام الأمان لذلك نحن نريد بكل أدوات الدولة نريدها أن تكون فاعلة بالحفاظ على هذا الاستقرار استقرار العرش الذي هو استقرار للدولة هذه جزئية محسومة عند الأردنيين من شتى يمينهم ويسارهم ومعارضتهم وولائهم استقرار العرش هو استقرار الدولة الأردنية حدث ما حدث وسمعناه جميعاً وشفنا اللي صار وخرجت الحكومة ببيانها بعد ذلك جلالة الملك كلف سمو الأمير الحسن بن طلال بحكمته وخبرته الطويلة أن يتعامل مع هذا الأمر وكان فيه رسالة واضحة موقعة من سمو الأمير حمزة الرسالة تتحدث عن أنه يضع نفسه بين يدي عميد آل البيت جلالة الملك المعظم كيف يمكن قراءة انعكاس دكتور محمد انعكاس هذه الرسالة وانعكاس هذه التوابط للنصر الرسالة مهمة لماذا؟ لأنها تطمئن المواطن الأردني الرسالة معناها أن سمو الأمير حمزة يقول أنه يضع نفسه بين يدي جلالة الملك وهذا بطبيعة الحال أن الأمور التي تم التوافق عليها من نشاطات معينة سوف تتوقف وأنه الآن بين يدي جلالة الملك من هنا يقول جلالة الملك أن الأمير حمزة بقصره مع عائلته وتحت وصاية جلالة الملك هذا ما يقول جلالة الملك بالرسالة بناء على التفاهم الذي جرى من خلال سمو الأمير الحسن بن طلال إذن المواطن الأردني الذي يرى اللي صار يشعر بطمئنينة الآن يشعر بارتياح أن الحكمة غلبت أن هناك تعهدا موقعا من سمو الأمير حمزة يضع نفسه بين يدي جلالة الملك هذا معناته يعطي طمئنينة باستقرار الدولة الأردنية واستقرار العرش وأنه تم التعامل مع الموضوع بحكمة واتزان ودراية وهو رسالة أيضا إلى المشككين رسالة لكل من يعنيه الأمر سؤال بالداخل وبالداخل وبالخارج دعونا نكون صريحين وواضحين رسالة لكل من يعنيه الأمر بالداخل وبالخارج وبإسمعونا قاعدين أن هذا البلد عصي أن الأسرة الحاكمة قادرة على أن توقف محاولات زعزعة الأمن والاستقرار أن الذي قام به سمو الأمير الحسن بن طلال بحكمته وخبرته احتوى الخلاف بشكل جيد وعادت الأمور إلى نصابها بشكل جيد والآن كما أشار جلالة الملك سمو الأمير حمزة وعائلته تحت وصاية جلالة الملك بقصره هذا ما جرى وهذا مطمئن ومريح للكافة كما تفضلت دكتور محمد هي رسالة للداخل والخارج أوصلها جلالة الملك لهذا اليوم في هذا الخطاب لتثبيت أيضا نقاط تحدث فيها جلالة الملك لأكثر من مرة كما ذكرنا سواء في أشياء الداخلي أو حتى على المستوى الخارجي جلالة الملك بعد أن تحدث عن هذا الخلاف العائلي البسيط الذي تم احتواءه بالحكمة الأردنية وحكمة الهاشميين تحدث بأنه فيما يتعلق بالجوانب الأخرى هناك تحقيقات هناك أيضا قانون سيأخذ مجرى وإلى حين استكمال التحقيقات سيتم التعامل مع النتائج في سياق المؤسسات الدولة الراسخة أيضا نفهم بأنه هناك رسالة بأن من أخطأ سيحاسب مئة بالمئة ولن يقبل جلالة الملك ولا الأردنيين أن لا يحاسبوا من سولت له نفسه أن يمس الأمن والاستقرار بدنا نشن السبق التحقيقات الآن في تحقيقات في ناس راح يجرم في ناس راح يطلع بريء في ناس راح يطلع جرمه قليل في ناس راح يطلع جرمه كبير خلينا نستنى التحقيقات ونثق بقضائنا العادل والنزيه لكن من تجرأ وسولت له نفسه المساس بالأمن الوطني هذا يجب أن يعاقب ويعاقب بسيف القانون وسيف العدل نحن دولة مؤسسات معنى هذا الذي قاله جلالة الملك أننا لن نسكت للذين حاولوا المساس بأمننا واستقرارنا أننا دولة مؤسسات ودولة قانون هذه الدولة قادرة من خلال مؤسساتها على أن توقف كل من تسول له نفسه المس بأمننا واستقرارنا وهو ثروتنا أنت تعلم أن هذه هي ثروتنا بأمننا واستقرارنا جلالة الملك من خلال ما تحدث به هو قطع كل مكان موجود خلال الأيام الماضية يعني خلال اليومين الماضيين عاش الأردنيين على اضطراب لربما في مسألة التصريحات الصحافة الخارجية بدأت تعمل لبعضها لبث رسائل محددة ولكن الآن جلالة الملك قطع كل هذه الرسائل وقطع الطريق بأن الأردن الهاشمية موحدة وبأن الأردن دولة مؤسسات وبأن أيضا هناك قانون في هذا الوطن عصي على أي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية عندما يتحدث جلالة الملك أيضا بأن الخطوات القادمة ستكون محكومة بمعيار يحكم كل القرارات الصادرة في الأردن مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الوفي أيضا ما المفهوم من هذه الرسالة كيف يمكن ترجمتها أيضا على أرض الواقع وترجمتها أيضا خارجيا من خلال السياسة الخارجية شوف إحنا دولة إلها مصالحها وهذا اللي صار عندنا تأكد أن كل الدول الصديقة والشقيقة سوف تكون على اتصال مستمر حتى يفهموا ما حدث وحتى يتأكدوا أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح لأن الحمد لله رصيدنا عالي عند أشقائنا وعند أصدقائنا رصيدنا عالي كدولة هذا شو معناه؟ معناه أنه إحنا رح نستمر بالمضي بالتعامل مع هذا الأمر وغيره من الأمور بإعلاء مصلحة الدولة الأردنية العلية إذا في ناس حاول العبث بأمنة واستقرارنا هذا سوف يترتب عليه مواقف من قبل الدولة وسوف يترتب عليه سلوك من قبل الدولة لأنه إحنا لن نقبل أن يحاول البعض المس بأمنة واستقرارنا هذه دولة قادرة نحن دولة قادرة على التعامل مع هذه التحديات وسوف نتعامل معها بكل جدية وبكل صرام في إشارتك إلى الدعم الذي تلقاه الأردن خلال الأيام الفائتة من الدول بشكل عام سواء كانت عربية محيطة أو دول عالمية جميعها هبت إلى الحديث بأن تدعم العائلة الهاشمية تدعم جلالة الملك في اتخاذ القرارات وتدعم أيضا السياسة الأردنية وتدعم ثبات الأردن هذا إلى ماذا يشير؟ عدا عن أن الحديث بأن رصيدنا جيد لدى هذه الدول وبأن الأردن قدم أيضا كثير لهذه الدول والمقابل هو ينتظر هذا الموقف من هذه الدول إلى ماذا يشير؟ من رسالة التي يمكن أن تفهمها الدول بشكل عام دول العالم كله؟ ومن رسالة أيضا التي يجب أن يفهمها المواطن الأردن؟ يشير إلى أن الأمن الوطني الأردني واستقرار الدولة الأردنية ركيزة أساسية من استقرار الأمن الإقليمي أمن الشرق الأوسط لا يتحقق بدون دولة أردنية مستقرة إحنا كنا الدولة القادرة على امتصاص كل الأزمات من الأزمة العراقية للأزمة السورية لأزمات الربيع العربي للصراع العربي الإسرائيلي من الذي امتصت كل هذه الأزمات؟ الدولة الأردنية هي التي امتصت هذه الأزمات وبالتالي لا قدر الله لا قدر الله إن مستستقرارنا أو أمننا هذا يؤثر على الأمن الإقليمي معادلة الأمن الإقليمي برمتها سوف تهتز إذا ما حدث ذلك لا سمع الله هذا يؤشر على فهم وقناعة وقبول عالمي وإقليمي لضرورات وأهمية الأمن الوطني الأردني للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط أيضا سأعود بك إلى عقود سابقة في الخمسينات والستينات والسبعينات تعرض الأردن أيضا إلى الكثير من الهزات المختلفة رأساء وزراء اغتيلوا ولربما كانت هذه العمليات تتم سواء من القريب أو من غريب أو من بعيد ولكن ما زالت ثابت الأردن الأردن ما زالت ثابت على هذه النهج هو أقدم نظام سياسي في المنطقة كيف على الأردن أن يفهموا هذه النقطة تحديدا وأن يتعاطوا معها وأن يبعثوا أيضا رسائل إلى الخارج بأن هذا النظام الممتد على مئة عام وأكثر لربما سيبقى ثابت يعلمون ذلك يعلمون أن الأردن استطاع أن يتعامل ويتعايش مع كل أمواج الإقليم العاتية شرطة محقا أن كثير من الدول اندثرت وأنظمة ذهبت وأتت أنظمة أخرى وبعدها اندثرت مرة أخرى وهذه الدولة صامدة وباقية بقدرتها على التعامل مع التحديات هذا الذي نحكيه ويجب أن يسمعه كل مواطن أردني اللي بيروح على بعض ربما منصات السوشال ميديا أو يسمع بعض الأحاديث السودوية لا يرى هذا الجانب لا يرى كيف استطاعت هذه الدولة الصمود على مدى مئة عام لا يرى قدرة هذه الدولة ومؤسساتها واحترافية مؤسساتها في التعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهها يجب علينا أن نستمر بالتأكيد عليها حتى يراها كل مواطن أردني لأن هذا ما سوف يقوّل وطن الأردني ما سوف يصلّب الوحدة الوطنية وما سيجعل الوطن الأردني عزيزا منيعا قادرا على الحفاظ على أمن واستقرار فيما المطلوب كثير الملف الفلسطيني بحاجة إلى ثق العربي الأردن الآن لوحده يدافع عن هذه الثوابت الأساسية والأردن لوحده لا يستطيع أن يحمي الفلسطينيين رسائل كثيرة كيف يمكن ترجماتها بأنه ما هو مطلوب كثير ولكن الثوابت ما زالت موجودة ثوابت موجودة لكن اللي أشار له ذوت الرئيس مهم أنه إحنا بالآخر نستطيع أن نقوم بكل ما باستطاعتنا أن نقوم به لكن بطبيعة الحال حجم المشاكل والتحديات بحاجة إلى إسناد عربي وإسناد إسلامي هذا اللي برضو لازم مواطننا يسمعوا لما بيمر بالأحداث اللي زي اللي مرينا فيها بالأيام الماضية ونشوف حالة من الحديث وأنه في مجموعة من بيننا تآمرت على الوطن بدنا ننتبه بدنا ننتبه أن هذه الدولة أمامها تحديات كبيرة وبالتالي تحتاج لكل طاقة أبنائها ولا يكفي ذلك بل نحتاج إلى إسناد عربي أنا أظن أنه اللي تفضل في دولة الرئيس واللي دائماً بأكد عليه جلال سيدنا أنه مواقفنا الثابتة من القضية الفلسطينية ومن الملفات السيادية الموجودة في المنطقة هذه ملفات سوف نستمر بالتأكيد عليها مواقفنا ثابتة وصلبة وواضحة اتجاهها وهذا ما يجب أن يسمع المواطن الأردني وما يجب أن يفتخر به المواطن الأردني ومن هنا تأتي اللحمة الوطنية التي تحدثنا عنها حتى نكون سداً منيعاً بوجه كل هذه المؤامرات التي تحاول النيل من أمننا واستقرارنا أشكرك على هذه المشاركة شكراً لك دكتور محمد الممني عضو مجلس الأعيان شكراً جزيلاً شكراً لك